ومناسبة الجوز بقى شفت المطش النهاردة؟ انا على فكرة عايز اقولك على حاجة بس انا خبيه عليك بس اوعى اوعى يا احمد اقولك؟ احمد! اقول؟ في وريدي على طول واحدة في وريدي انا عايز اقولك على حاجة طول ما انا جاي في الطريق بحضر الاغنية اللي انا هقولها لما الاهلي يكسب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ايه رأيك في الماتش طيب والله ماتش حلو جدا ماتش حلو متكافئ يعني انا ببسط جدا لما الماتشوات تبقى حلوة يعني بس انت طبعا زي ايه اهلاوي كنت فاكر ان الماتش عايخلص ان الاهل يكسبوا وروح الفانيلا الحمرة لا مش فاكر هو المفاجأة الوحيدة اللي حصلت هو التعادل مفاجأة وانت شاف ان انت رأيك بقول لحضرتك بس نتكلم كاثنين رفيقاي طريق في قطار حضرتك حضرتك شايف ان ايه اللعب كويس يعني بالنسبة للأهلي اه بالنسبة للأهلي يعني اللعب احسن من الزمالك مثلا لا مش احسن حاجة اه طيب ده احنا بنقوله يعني الكلام ده ما يتنطورش كتير لا لا مش احسن حاجة يعني مش احسن حاجة بس برضو يعني وهو لو كان يعني الزمالك ثبت على الاتنين ده كنا خلصنا مش كده ولا ايه هو حظوك ونار يا بني انت قلت حاجة جميلة اوه عجبتني بس وإيه اه اصلي بس اصلي بس الزمالك دايما فيه اصلي بس انت غزم عنك دي باتي قلت قلت بس اه اصلي بس وقلت اصلي على فكرة مرتين طب نسمع الاغنية برضو كأنه اللي انت كنت عاملها لو 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 لا ما انا مش الكلام فين اقول لك يا صغنونة يا صغنونة والله العظيم بكرة نابك يجي على شوق انت عايز تسمع الاغنية اللي هي بتاعت الانتصار اه عشان تضحك اه لا علشان هتشفى يتشفى لما بعرف لما بدى يتشفى هقولها هقولها بوقت ملوقات يعني نسبة حتة منها هي بحس ان الكلام اصلي لسه بقولك اتكاتبت اقولك كلمت الشعر صاحب يحمد ابراهيم قلت له اكتب لي بسرعة جملتين عشان لما نكسب اه اه اما نكسب انت كنت واثق اه وهم اسماعيلية كمان انا بيشجع اسماعيلي اه كمان يعني